طيب أفشا أفشا دي حكاية كبيرة كل ما بيشارك حتى لو توقيتات قليلة مؤسر جدا بهدف بأسست أفشا هل هو مظلوم يعني؟ ولا مارسي الكرة شايف له الدور بشكل مناسب؟ بص هو أفشا ويحساب له انه بيبقى قاعد مركز برا صح في العيب بينزل بلغة الكرة كده يقولك لو بوزو زي او متدايق انه قاعد احتياطي لما نلعب انا مش عارف ايه الكلام ده هو من اول كرة نزلها هو نزل سبرينت تحس انه هو عنده رغبة حتى ان الوقت قليل في العيب يقولك انا افشا والراجل كنت بلعب منتخب مصر واساسي في النادي الاهلي هقعد انزلي بقى عشر دقايق فتلاقيه نازل معدويا واقع هو نازل سبرينت وبعدين افشا فيه ميزة من اللعيب اللي بتستخباهش بيحب يطلب الكرة يعني ركز مع افشا كده 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 تلاقي بيلعب وعايز اغطي كرة منك تاني في اللعيب بتلعب بص وخلاص او مثلا ماتش اه لا ماتش متكهرب مثلا او اتنين اتنين يا عامة نخرج كده وخلاص الموضوع انتهى لا هو بيطلب الكرة فدي تحساب له ولكن الموضوع انه هو مظلوم دي بتاعة مدير الفني انا شايف برضو انه هو بلعب مكان امام عشور فدي برضو حاجة صعبة وقفشا بقاله فترة ما بينزل وهو بديل تحس انه افضل فممكن المدار بيقولك لا انا بالنسبة لي فيه ورقة ربحة برة هينزل يعمل فرق وفي نعب بقى لأسف يعني ممكن افشا لم يبدأ ماتش يبقى وحش وممكن امام لو قاعد دكة ونزل يبقى وحش بقى سلام فهو دي حزبة المدرب طيب هسألك سؤال انت يا راجل فني دلوقتي انت راجل مدرب ايه الفرق من امام ومحمد مجدي افشا الفرق من امام ان محمد مجدي افشا بيحب ياخد الكرة فرجلية امام بيكمل عجون ودي ليها سعر وتقييم تاني خالص بمعنى افشا بيحب يستلم الكرة في رجل ويلعب مع الناس كرة ويلعب وهات وخد وكلام ده لا امام بتاع الاربعين متر والستين متر والسبعين متر وتلاقيه فيرو التاني دي مش موجودة في افشا كتير ودي حباء المدرب جدا لان انت بتاخد اولا امام فايتر شويت بيدافع افضل من افشا بيعرف يلعب على الخط كمان لا بيدافع خالب لك في مدربين كتير جدا اللاحة الدفاعية حتى عند المهاجمين انت النهاردة في مهاجم بيضغط على الديفنس يجبر الديفنس ان يطلع بشكل معين وفي مهاجم ما بيضغطش انت في تيفي تقول يا عم انا راجل مهاجم انا بتاعجول بس انا بتاعجول بس اه لا لا موضوع بقى مختلف فالنهاردة امام دلوقتي بقي لعب تالت وبعدين امام في ميزة عن افشا انه ممكن نتقلب الخطة لتمانيتين يبقى ستة وفي تمانيتين صحية ممكن يبقى امام تمانية واحد لا امام في الضغطة عادي جدا يلعب هو افشا منتو ضغطين الفرقة فا امام عنده الميزة انه يقدر يلعب في كل ادوار امام افشا هو في الحتة دي وممكن ينزل تمانية واحدة ضغط صحية لك لما تيجي تختار هو المدير الفني برضو في حاجات كتيرة جدا في التمرين مش شايفينها اصلا انا اقول لك المشجعين او جمهور الكرة بفرج ازاي يقول لك عم افشا بيجيبه جان حلوة بيعمل احساس تحلو بس المدير ما بيحسبهاش كده لا طبعا ممكن يبدأ الماتش مابقاش كويس اصلا يعني هو برضو افشا نزل في وقت الماتش مفتوح غير اول الماتش بيبقى الماتش مقفول بقى فيه ضغط فيه الملعب مقفول شوية مفيش الاريحاء اللي بيستلم بيها يعني هو بيستلم على التمنتاشر وبيحط بليسن وجول جميل جدا صحية ممكن لو بدأ في المباراة من الاولها ما يلاقيش المساعة دي صحية